مرحبا. نواصل مع الموجة المفتوحة على قناة هراء والموقع بانيت. وضيفتي التالية هي المحامية أمرات جابر أو عياد دقيقة؟ جابر جابر. أمرات جابر. أمرات أصلا جابر. صح. بس باحقا مصاروي. لا أنا من الأساس من دار عياد. وتجاوزي عن دار جابر صح مضبوط. بس إمي برضو من دار جابر. يعني أنا خليط طبع جابر وعياد مصاروي. لا تخربتنيس بالخليط هذا أمرات. يعني أنت متجاوزي بدار جابر ولا؟ متجاوز عند دار جابر. الوالد مصاروي صح بن تغسام مصاروي. صح بن تغسام عياد صح. أنا أعرفه. مطيفي كثيرا. الله يخليك ويحفظك يا ربي أهلي. يجوزه نسينا. لكن أنا مش نسيك. لا هو مش نسيكم. هو كل من روح عنده دائما يحامل التلفان وفاتح على موقع بانيت. وعقنات هراء. ممتاز. هذه أعلان المليحة. أكيد أكيد. أمارات أنا أعرف على فكرة عشان نحاكينا عن الوالد. أنا مش متذكر من أي شل من الشلل. أنا بتعرف الواحد مر شلل من الأصدقاء. صحب. صحب. مش صاحب هو من الناس اللي بكتل عب بناكل بالكهوة وشد وحكي. ولا هو أشيء ثاني. مش متذكر. أممم. برداش أعجابك هذه الجوال بس يعني ممكن. اليوم حدث الفان لنا صديق عزيز. هو عايش في إنجلترا. اسمه الدكتور غسان ياسين. مش عارفه دكتور ولا بروفيسور. بس بتفركش كثير. المهم إنه يعني لقب كبير. لقب كبير. هو عايش في إنجلترا. أعتقد كمان اللهم دار في أسبانيا. أعتقد في برشيلونو. ومنطقة برشيلونو. كل حوال. راج جاي هنا. فقدلنا لصدقائه. وقدلنا إنه أنا في الطيبة. قبري وين. إذا بتحبه نقعد. كنا يلا. في رولادين. في رولادين في الطيبة. هناك منلتقي. هذا أول محل أنا بروحه في البلد. قبل ما أروح المكتب. كل احترام. فكنا نطوار إحنا من هنا. واتفقنا عيوم. وأنا بحكي عن دكتور مؤيد ناشيف. ودكتور أو بروفيسور أمين حجيحية. وعبدالله مصاروي. صديق للشباب بتاعنا. صديقنا. وغسان. إذا نسيت حدا برجع لهم. لأنه للأسف مش كل الأصدقاء موجودين اليوم. تعال نرجع لموضوعنا أمارات. ما يعني محامية الطيبة؟ في عندك شغل؟ أكيد في شغل. أول إشي. كل واحد بعمل إشي اللي هو بحبه. وبتقنه. ببكاله في شغل. واليوم في كثير محاميات يعني بالبلد مش ناقص محاميين ومحاميات. وكل واحد اللي بيعمل الإشي المزبوط بيبكى في عنده شغل. فما فيش سبب إنه لا يبكى الشغل يعني. مش بس في المحامة في أي مجال ثاني غير المحامة. كل واحد بتقن الشغل تبعي ويبكاله في عنده شغل فيه. فكرة يمكن شغل. there are tasks. الحمد لله أكيد الحمد لله 하고. على الوالدة بخير؟ الوالدة بخير الحمد لله. مش إن أنا من مراحصي ما؟ لا لعه الوعى بهش المحامي لله. نعم إن شاء الله دمجبيني الترجان. الحمد لله أكيد الوالدة وقيتك جابر لا. أه ه infer Clearamiento. دينة. دينة بضبط دينة صحية فليس الأمر. صدفة بتقرب لي. ية كثيرة بتقرب لي. احنا نسميها بنت عمة ابو كامال. بنت أبو كمال مظبوط بنت أبو كمال بنت عمّك أبو كمال وهو الله يرحمه أبو كمال كان إنسان مثال طيبي طيب شيء غريب هذا إنسان كان طيب فهذا أبوها لدينا أبو دينا وسهام مظبوط خلاتي كليات دينا وسهام وخيرية وسامية وحسنية هذا أنت أبو خلاتي أكيد أبو كمال الله يرحمه مظبوط مفيد صح مظبوط ورشيد مفيد عايش مفيد عايش صح بس فيه برضو رشيد اليوم صح مظبوط مش متذكر أنا بكات بجوز صغير أو حتى بكاتش موجودة بجوز بكتش موجودة بس سمي ضد العمي بحبهم كثير الله يخليك الله يخليك من بعدكم الله يخليك إسلمي فأنا محامية ومحاسبة مستقلة؟ مستقلة عندي مكتب خاص في الطيبة وين في الطيبة؟ مقابل تأمين الوطني وين تأمين الوطني؟ بالحرم فوق في المنطقة في المنطقة في المنطقة في المنطقة في المنطقة أنا مكتب مقابلة تأمين الوطني مكتب إلي 6 سنين فيه أنا محامية ومحاسبة شغلتين مكتب محامة وحسبات مكتب محاسبة ويأتي من المنطقة أمزة ما متعلمة محامية ولكن فدت في فهمت أنك متعلمة بالفترة التي تتعلم فيها سامي ابني أنا تعلمت أنه بالأيام المدرسة وبعدها بسيخومتري مع بعض وهو فات أظن أنه محامة وبعدها قانون ما يكملش بجوز للآخر حب يظل بمجال أبوه أنا شو قلت لك كنت لك الواحد يعمل الأشي اللي هو بيحبه مختص فيه بنجح فيه وهو اختار هاي الشغلة وهو ناجح اليوم إنسان ناجح شو علاقتك مع وجدي؟ وجدي حجحيها أول إشي أول ما حكينا عن محاميين أول إشي حكي عنك صح أزوط حضرت اللقاء طبعي ولما أسألت عن محاميات وجدي هو رئيس نقابة المحاميين في الطيب اليوم بالبلاد ورأس بمنطقة المركز من هناك أنا تعرفت بكل المنطقة فأنا تعرفت عليه من نهاية أيام ما صارت الانتخابات وهو إنسان جدا نازح ويحب برضو يدعم الناس انتخابات النقابة نقابة المحاميين القصيد لا لا ما نفتش في السياسي نحن الطيب وملفحم وقرب القرع وناصطة وملفكوب لازم يجب ستر واحد الانتخابات ينتبه لا انتخابات نقابة المحاميين ليس الانتخابات البلدية أكيد من هناك بلشت المعرفة معها وهو إنسان يحب يدعم المحاميين والمحاميات بشكل خاص جدا محترم أكيد جاب زميلتك هنا شوف الدانا الدانا مضبوط هي بتشتغل في مجال الشرعي أنا متخصصة في مجال حقوق العمال العمل والعمال والتأمين الوطني هذا تخصصي يعني فكل واحد تخصصه في المحام لا بتعرف فمثلا أنا وجده لأنه يعني أنا محامية مختصة في هذا المجال فهو يعني لما في عنده أسئلة أو أي استشارة كان أنا برضه لما في عندي استشارة بمجالات محاميين ثانيين فبتوجهوا أو أنا بتوجهه لهم هذا المليح في شبكة المحاميين اللي موجودة اليوم إنه إحنا اليوم في عنا أنت أكثر بتحبوا بعض المحاميين في الطيبة ولا أكثر بتغيروا من بعض طلع أوش الغيرة هي إشي مليح لما إنسان يغار إلى حد ما إلى حد ما أكيد لما إنسان يغار من إنسان هو ناجح ويحاول يصير زيه فهذا إشي يعني ممتاز تحكي منطقي فلما إحنا من غار إحنا ممكن أنه نعمل أشي مليحة بس كما قلت لكل إشي في المنونيم تبعياته يعني فلا إحنا اليوم نتساعد بعض نسأل بعض نستشير بعض عشان بالآخر إحنا مصلحتنا إنه يعني يعني نوصل الناس للأشياء اللي هم بطلبوهن للحقوق تبعياتهم يعني شو الإشي اللي هم بيدهم إياه إنه نفيد المجتمع إحنا بنستفيد أكيد والمجتمع رايحي يستفيد هل هي محامين بالطيبة تقريبا أمارات؟ بالطيبة تقريبا المئة وستين محامة فيه طيبة بحاجة لما المئة وستين محامة عن جد؟ صراحة كل محامي لطلع المحامة إحنا مش كل محامة هو عنده مكتب ويشتغل بشكل شخصي محامها هو إشي اللي هو مجال كثير واسع فممكن المحاميين هذول لا بيشتغلوش بشكل شخصي بمكتبهم ويشتغلو بشركات بشركات اللي يعني فيه اللي لازم يبكى فيه محاميين يعني أنا لما أول مسيرتي لما بلشت أنا بلشت ببنك العمال كنت مديرة تقسم تجارة في بنك العمال كمحامية مش كمحامية أنا فوت بعد ما تعلمت المحامة على أساس إنه أخذ التجربة والتي بتعرف الثقة في النفس إن الواحد يطلع على عالم إنه يصير في يعني إحنا لما أمريكنا نروح نفوت على بنك العمال كمحامية أنا كنت موجودة في لا كنت في فرع بين يهود أنا بكيت عندي صح مزبوط هناك كنت بعد ما الواحد شوي أخذ ثقة في نفسه طور من نفسه طلعنا وفتحنا المكتب اللي هو اليوم موجود إلو ست سنين إليك ولا إليك وحام مع الشركات إلي موجود جوزي موجود فيه بس جوزي محامي؟ لا مستشار درائب شوسم جوزي؟ فريد فريد إيش؟ فريد جابر أنا متجاوزي من دار جابر صح 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 خصوصا أنك ندار جابر أيها بالضبط المكتب إلنا بلشت أنا في مكتبك محامي فريد إيش اسمه؟ فريد جابر فريد خالد جابر بلشنا في المكتب فكرة المكتب بكت أنه إحنا استفدنا لحد اليوم من كثير أشياء ومثلا أنا من البنك كثير استفدت أن أخذت التجربة تبعيتي في حدة مجالات فهناك تعلمت أنه في حقوق إحنا حتى أنا محمية يعني تعلمي محمى وكل إش وقنت في البنك كانوا يعفيروا لنا بتعرف إشتالميات يخذوكم على يعني يعفيروا لنا يعني يعفيروا لنا بتعرف استكمالات أيها بالضبط هناك فهمت أنه صح أنا متعلم وكل إش بس لا في أشياء إذا الواحد بيبحثش فيهن وبيتعلمهنش وبيسمعهنش فبقدر الشعب يعني يستعملهن لصالحه في المستقبل فأنا لما طلعت من البنك وكلت بدي أفتح مكتب كنت أنا بدي أتخصص بيخر حقوق العمال ليش؟ إحنا اليوم العامل إن كان هو شو يعني المحامية أمراد جابر شو يعني بتتخصصي بحقوق العمال شو يعني؟ شو بدا تخصص بداها تخصص زي ما فيه تخصص في التأمين الوطن زي ما فيه تخصص في الحوادث في الطرق في الجنائي يعني بنظلمه؟ بنظلمه وبظلمه كل شيء لجهتين بصير لا شو القصد؟ القصد إنه فيش إنسان اللي هو كامل ومتكامل يعني برضه في المجال القوانين العمل فيه إنسان اللي بيكون صح كعامل وفيه إنسان اللي بيكون إش صح كعامل نروح إحناس على العمال اللي مهضومات حقوقهم شو يعني حقوق عمال؟ حقوق العمل اليوم هي إشي اللي هو جداً واسع حتى العمال إن كانت تقول عن عامل اللي هو مثقف متعلم أو عامل مثقف بسيط أو عامل بسيط حتى يعني من كل الطبقات العمال بحاجة إنهم يتثقفوا في مجال حقوقهم مش الكل، اليوم القانون جداً واسع يعني إحنا اليوم شو بهمنا آخر الشهر؟ بنأخذ وثيقة بإذنك، بإذنك، بإذنك أمر وإنت العامل بحتاج يحكي معك يجي على مكتبك ويجب أن يجي عندك يحكي معك استشيرك بالعادة لما يجي يخلص شغل بس هذا الغلط، ليش؟ العامل لو إنه بيطلع على قصيمة راتب وآخر الشهر في كل شهر بيشتغله، ممكن إنه هناك هو يعني يشوف إذا فيه إشي غلط في قصيمة الراتب وقت هي يمنع إنه أصلاً بالآخر آخر سنين شغله يجي يتوجهلي أو إنه يجي يتوجهلي أو إنه يجي يتوجهلي لأشياء بسيطة عادةً لم يجي خلصوا شغل بس أنتو أمراض مهمش بأنا بحكي معك بصراحة خصوصاً إنك بنت دينا هل يعني بيبكى وضع إنه العامل اللي بيسألك السؤال تجاوبيه جواب في نوكي أكثر لمصلحته عشان يعني عشان ترضيه يعني تدليه على خريف اللي هم مش بحاجة إليها فعلاً تكون أعمل كيت أعمل كيت النوع في مرة واحد يأجت قالتلي تقرب لي أوكي؟ بس مش من تلاكم لا لا مش من حتى من تلاكم المهم قالتلي إنه بابا قال لي إنه أعملي كيت 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 النوع من التريك يعني نوع من قلتلها أوكي تردي على بابا تعمليش تقدر تعمل إشي نوع من مش الاختلاص مش اختلاص لا يعني نوع من يعني تدعي يعني تقول إنه يعني أنا كيت بلزمني كيت يعني إنها تحاول تأخذ إشي مش باستقامة وقلتلها أوكي حياتك ما تأخذ إشي مش باستقامة بس باستقامة صح أكير فأنا بسألك أنا داكلك بسرعة هل المحامية هل المحامية بدل العامل على خريف كيف يعني يستغل محل الشغل أو ولا انت بتشوفها كمحامية تقول له الحقيقة أنا كمحامية بدور إنه كل شخص يأخذ حقه إن كان عامل أو إن كان مشغل يعني فيه عمال اللي بيجوا وصحيح بكافي عندهم بيكون ماخدين كل إشي كل الحقوق تبعياتهم بس هم مش عارفين مش لأنهم بدون مش مش لأنهم مش عارفين لا فيه إشي بيكون عارفين ممكن بس لا أنا عادة بشرح لأ شخص انت بتقولي فيه أشي بيجوا بجوز بيكون عارفين بيكون ماخدين كل حقوقهم وبدهم أخرى بالمعنى على مزبوط صح بس أنا لما يجوا عندما يجوا عندي وأنا أشوف القصيم ترات بتبعيتهم وأشوف إنه ماخدين كل إشي فيش سبب إنه أخذ الملف أصلا وأنا بقول للعامل طبعا طبعا أكيد شو بتقولي له أمارات؟ بقول له إنه أنت ماخد كل الحقوق كله موجود شو بدك تروح تقول لمحل الشغل تبعيك فأنا اليوم حتى بعمل فيديوهات صغيرة وقصيرة على الإنستجرام على أساس إنه أشياء اللي هي توعية إن كاننا صالح العامل اللي يعني فيه إلو حقوق وإن كان لصالح العامل اللي ملوء اللي مش ماخد حقوق أكيد أتكلمة تروحي بدي أسجليك هسا هنا بفيديو بس تخلص المقابلة للسوشال ميدنة للتواصل الاجتماعي بفيديو قصير اللي تقولي فيه هذا الأشي اللي تقولي اللي بعمل زي النوع من توعية ثلاثين ثانية حظري برأسك بس ليس لدي ولاية أو مشكلة أكيد أنا وظيفت كمحامية اليوم أن أوصل الإشي الصح للعامل ولمشغل للثنين الاستقامة من نظرك مهمة الاستقامة جداً مهمة أنا هاي شغلي بآمن فيها وبآمن إنه إذا أنت برضو عملت إشي إطقنه فما فيش سبب أني أنا جاء أتبلع على حدا إذا فيه إلك شغل إذا بتقول للعامل إشي غلط خلاص بيمسك فيه وبظل ماسك فيه وجوز الضري بالضبط فإحنا مش بدنا نأخذ الملف إحنا مش بدنا الملف أنا بالأول شغلي وآخر شغلي بتطلع عليها مصلحة العامل الوكيل مهمهند الحقيقة الحقيقية لكن فكيف المهمهند دون تجد المهمهند فأول شيء خارفني أنا بشكل تخبع عنك أو أو أو. فأول شيء خرفني أنا كل إشيء تخبّع. يعني إن كان بالآخر في المحاكم كله كله بنكشف. ففيش سبب إنه الواحد يخبّع على الثاني. يعني أنا لما أبكى محامية شخص أنا ببكى لصالحه. مش ضده. فهذه الحقيقة الاستقامية جدا. مهمة بنظري أنا. مزبوط. يعني في عندي ملفات اللي أنا رفضت أخذهن. لما حسيت إنه في إشي مش مزبوط إن كان من طرف العامل أو من طرف المشغل. صراحة اليوم في كثير حقوق اللي العمال بيعرفوهنش. بيتغاضوا عنهن. بيعرفوهنش. بيطلعوش عنهن. بالآخر بيهمهم شو؟ آخر شي. شوكم؟ المعاش. شو فاتنهم في يعني بالآخر على حساب البنك. كلهاتنا بنسعى وراء رزكتنا بالآخر. بس فيه أشياء مهمة غير قصية. غير الراتب اللي بيفوتنا على حسابنا آخر الشهر. اللي لازم نعرفهن. وخاصة في عنا الناس يعني فيش عندهم وعي لكل كل موضوع البنسيا. البنسيا كوبوت البنسيا اللي موجودات. يعني القصد مصاري التقاعد. لما نيجي نتخرف عن هذا الموضوع. هو موضوع جدا خطير صراحة لأنه. مهم. مش خطير. هو مهم. بس صع. لا. هو لش. أنا ليش كنت خطير. لأنه الناس بيجوا بعد ما يخلصوا شغل أول إشياء يعملوا. بدهم يسحبوا المصاري تبعياتهم. أو هم يشتغلوا حتى اليوم بدور إنهم يسحبوا المصاري. أنا مش ضد إنه الواحد يسحب مصاري ويستعملين لأشياء منيحة. بس إحنا لازم نعرف إنه حتى هاي التأمينات اللي موجودات في إسمنا ويحنا نشتغل. هنه مش بس تأمينات اللي مصاري بدي أسحب من آخر الفترة. لا. هنه مأمناتنا. يعني اليوم في حوادث حوادث عمل. ناس بيمرضوا. بصير في عندهم كثير أشياء. اللي إحنا مش بس نتوجه للتأمين الوطني. لا. في إلك تأمين بصناديق التقاعد هاي. مهم جدا. إنه نحافظ عليهم. وإحنا نشتغل محل الشغل. على الأقل وإحنا نشتغل محل الشغل. بعد ما نخلص من محل الشغل. فيش ولاياتها مشكلة. لك تسحبن يسحبن. لك تعرف بس القانون نحن تبع حين أنك. في شيء يستغل في شيء يستغل ب superheroesك. ما أخرج Cart According to punish me. نحن نفضل إنه المصاري اللي نحو نفرزه إليها بش محل جنيب سنين. يبدوا إلا ليس من حد ما يخرج له راح من دي 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 المصاري. صح. على عكس. لانعلوم يكون لازم einzحافظ عن المصاري. ما يحدث معه؟ ما يقوله؟ ونحن صغر، ليس صغير، أنت بجوز بكاتيش، يقوله، الكرش الأسود لليوم الأبضاء، كان شعار بنك لقوبة. الكرش الأبيض لليوم الأسود. كان هذا شعار بنك لينه، ليس بعليم. نذكره. هو صح مضبوط الذي تقول فيه، بس، إحنا اليوم ما صار التقاعد، لما نخليهن لجيل السبعة وستين، وبعدها يصبح الناس يسحبوهن كداخل اللي هو شهره، فيه كثير ناس بيقولوا لك، أنا عايش اليوم، أنا بحاجة لليوم المصارفة، ففش ولاية مشكلة إنهم يسحبوهن صراحة. إذا هم بحاجة إليهن، صح مضبوط، بس أنا مش عقصة السحب أو مش سحب المصارف، أنا بحكي إنه بكلب هذا المصارف، فيه تأمين جدا مهم، اللي إحنا مش لازم، هو نفسه بمنحهم إمكانية يأخذوا مع عاش معين، بحالة صار معهم مرض أو صار معهم حادث معين، فأه بمنحهم، مش بس نعتمد على التأمين الوطني، اللي اليوم التأمين الوطني، إحنا شايفين كداش بصعبه على الناس، إن كان في جانب العمال، وإن كان في النقيات عادية، بصعبه بصعبه، بصعب، اليوم القرارات تبعية التأمين الوطني، هنه جدا ميتو نوت، يعني، معتدلة، حتى مش معتدلة، عكس معتدلة، شديدة جداً وقاسية لأنه تأمين الوطن بكى كابل لحد لألفين وخمسة وربعين معطيينه أنه يفشط راجل اليوم للسابعة وثلاثين وكل شوئي بنزله فإحدى القرارات هو أنه يصعبوا على الناس فاهمين يا إطلسة يفلس؟ أنه شو القانون بقول؟ التأمين الوطن اليوم هو مؤسس بحد ذاتها كل مصارينا معهم بس لما بدك إشيه بجننونه بجننونه صح مظبوط وفي ناس كتير بتوجهوا لتأمين الوطن بدون محامة وهي جداً شغلة اللي هي صعبة وبالآخر بيجونا بعد ما يبكوا في أول لجنة وبعد ما ما عطوا هم مش اللي مكلين هوا تعالوا عنا عشان نكدمه لهم بس إذا واحد بتوجهانك أنت بدفعي مصاري ولا تخذوا مصاري من التأمين الوطن لا لا إذا نفد في التأمين الوطن التأمين الوطني فيه إلو تحديد للسخرط الرحالكس اللي المحامي بواخده إيجاره إيجاره ففيه فتح ملف اللي هو محدد عن طريق التأمين الوطني تقريباً ألف وخمسين شكله يفتح الملف وبعدها إذا المحامي جاب للشخص بواخد نسبة أيوة بواخد نسبة من المخلوق ببقى متفك معها سلاف عن نسبة أكيد ببقى متفك معها بعدين في عنا تحديد في التأمين الوطني غير عن باكل تحميم يعني الأشيائص هنا نزلات غير بكل مجرد المجرد مضبوط أوكي أمارات فيه شخرة بتحب تضيفينا تعلمينا إشي جديد غير الأشياء اللي حكي تيها إذا في عندك أسئلة معينة أنا أعسى ما كنت أسأل فيك أسئل حسنك مسألك لا أبت حضرت يسألنا أنا جاهزت لك أولا أسألة فيه أكيد دائما في أسئلة مثلا هل بتوجهوا لك؟ هل صدفت ناس اللي توجهوا لك وكانوا مظلومين من التأمين الوطني؟ وشو عملت؟ دائما في ناس مظلومين من التأمين الوطني هذا إشي اللي هو مفروغ منه يعني دائما في ناس الناس بروح تأمينه من البنوك؟ بترجع على التأمين الوطني البنوك؟ باشتغلش في مجال البنوك هذا شغلك زمان هل ينبغي أن يكون حذرين من تعاملنا مع البنك؟ لا، لازم نبكى حذرين من تعاملنا مع نفسنا أول شيء ومن كيف إحنا مش فهمها لا، شو يعني؟ يعني إحنا اليوم مجتمع اللي بيحب كل إشي يعمل في الحياة ويصرف على كل إشي فإحنا إذا منحدد مصرفاتنا حسب شو إحنا داخلنا الموجود فممكن أن نوصلش لأنه نحتاج أصلاً ابنوك وأنا ضد أصلاً أنه نحتاج لبنوك أنا شاب أشوف خبر في بانيت الأمارات المحامية الأمارات جابر جابر، ها هي جابر، هي جابر إحنا كتبينها لأنا خبر في بانيت للتو أنا شاش برقية أنه إصابة امرأة جراء انفجار طنجرة في المهل مدام نحكي خلي الناس أن يتيبهم أن يتفقوا لكن سخنتها يتحرم لزومة هذه اسمه حادث اللي بتقدر تروح إذا صار لها إشي تتوجه للتأمين الوطني أكيد حتى مش حادث عامه هو حادث في الدار بس برضو بتقدر تتوجه إذا صار لها أكيد إن شاء الله ما يصر لها إشي إشي إن شاء الله ما يصير لها إشي أكيد فأنا هنا فكرتي عن قصة حقوق العمال لما نتخرف عن حقوق العمال إنه إحنا لازم نتوقع لازم الناس يوعوا للأشياء اللي بأخذوهن واللي بأخذوهن عشان ما وصلوش مرحلة إنه بعد عشر سنين أنا ناقصني أنا مش ناقصني أنا ما أخذتش أنا أخذت فإذا إحنا منعرف نقرأ قصيمة الراتب تبعيتنا ونشوف إنه إحنا ما نفعلنا كل إشي كيف ما لازم فإحنا هيك منبكى مزبوطين من ناحية من ناحية شغل مش بس نستنى الراتب تبعي آخر الشهر هذا هو بالنسبة لك إنسانة واعية ومجربة نسبيا تنصح بنات زيك يروح يتعلم موحماء الموحماء هو طوار تبعي القانون نفسه اللقب اللقب هو لقب جدا وسيع وجدا حلو وبيفتح الإنسان لمجالات كثير وسيعة يعني أنا لما نخترت موحماء قانون مع الحسابات اخترت لأنه هن الثنتين واحدة بتأثر على الثانية ولأنه المحاماء بوسع عفاقنا بوسع تفكيرنا يعني لو كانت تعلم قانون وبعد أنه يختار إنه يروح يشتغل محامة بيقدر يشتغل محامة اليوم كشخصة أو يعني يفتح مكتبه أو يشتغل اليوم في شركات لي في كثير شركات بطلبه محاميين اليوم فقاليش لا إحنا كنساء مطلبات في كل المجالات محامة هندسة دكتورة صيدلة أي مجال إحنا اليوم المكتسحات وموجودات وبالعكس أنا بشجع كل النساء يروحني يتعلمين حتى لو هذا التعليم اللي بديك تتعلمي مشرح يعطيكي شغل لقدام مثلا هسب اللي هو بهاي اللحظة لقدام أنت بتستفيدي إن كانت تعلمت محامة وإن كانت تعلمت أي شيء ثاني أنا اليوم مبسوطة كثير في الإشي اللي بعمله عشان هيك أنا بفكر أنه أنا إنساني ناجحة وأي واحدة تروح تتعلم محامة إذا هي بتحب الموضوع وبتحب أنها تساعد الناس إنها تتوعى النس اللي موجودين في عدة مجالات مش بس في قانون العمل للقصد فآه ليش لأ بالعكس حلو إنساني بكى متعلم ومثقف يعني وشو ملائم أكثر للرجال أمارات مدام أخذته الصيدة لا والرجال فرضه والرجال فرضه اليوم هو صحح لم نحكي أنه بس عن جد الرجل العربي في المجتمع العربي الداخل الخط الأخضر شو أكثر إشي ملائم منه عن جد يعني الأشياء اللي حكيتها بصدق يعني صحيح أنا بدفك معك إنه أشياء كثيرة اللي هي ملاملة مثلا أنا كنت صيدلانية كنت أكثر بشوفه ملاملة لأمرأة آه من الرجل فيه الأشياء بأحسب رايك اللي إحنا أكثر ينبغي أن نركن على الرجل فيها هو الرجل أول شيء موجود في كل محل اليوم يعني مش إحنا إحنا نساء اللي بآخر سنين صاروا نفتل لهذه المجالات لأنه صارنا نأخذ الدعم من أهلنا من جوزة أنا مثلا الداعم الأول إلي عندي كلاد؟ عندي ثلاث أولاد الله خليلك ياه شو أسميهم؟ ياسمين وعلي وآدم ياسمين بنت آه وعلي وآدم وآدم صح مظبوط الله يحفظك فأنا الداعم الأول اللي لما جيت أفتح المكتب هو يعني زوجي زوجي وأنا مظن إسلام موجودين في كل محل الرجال موجودين في كل المجالات وروح يظلهم مش راحين يعني يروحوا على مجالات ثانيات إحنا اللي فتنا على مجالات جديدة النساء اللي فتنا على مجالات جديدة لما صرنا نشوف ونتعلم ونوقع الدعم من أهلنا ومن جزاننا ومن إخوتنا فما شوفش إنه فيه إشي خاص للرجالين هم يشتغلوا فيه هم تعرف الرجال موجودين برضو في الشغل اللي هو الشغل الجسماني بس لا هم برضو موجودين اليوم وهم الأوائل ننقول في الشغلات الثانيات إحنا فتنا على مجالاتهم بس يعني يعني نسأل السؤال لك شوية مش بالضبط السؤال الظحفي كون المرأة فاتت على مجالات جديدة ذاكت الرجل على رأيك؟ الرجل قوي مش بحاجة لحدا مش لازم يجي حدا يذايكه من بره هي ما ذاكته المرأة دايما بكت دعم للرجل وين ما تبكى في أي مجال موجود فيه هي داعم للرجل كيف الرجل هو برضو داعم أول المفروض اسمه بس محمي أمرات امرار يعني فيها أشياء البشر الواحد مثلا في وظيفة شاغري أو أعطاء لمديرة مدرسة مدير مدرسة مدير سلاش مدرسة مدير سلاش مديري يتنفس عليها رجل وامرأة يعني مرار بتصير هاي يعني فيه منافسة صح مش بالزبط مجيش بختار المرأة عشانها مرأة نحكيش عن الاختيار أنا بحكي عنك أنت عن رأيك يعني مش دائما بالأشياء متوفره بالزبط زي ما بدنا احنا مثلا إنها المرأة فاتت عالشغل جديد وايك وان الرجل المرأة بوكي بينكو سين هوى من المرأة تبكى شطر منه طب ما ما هو احنا نبكى شاطرات عشان نفروض وبتسبكه طيب اه شو مشكلة في هاي الموضوع بالعكس نحنا لا بالمرة بالمرة فاش مشكلة يعني هذا ايش اول اخر مرة المرأة لما تبكى مثقفة متعلمة وموجودة في المحل الصاح هي ممكن توصل في الاماكن اللي موجودة فيها لمحلات جدا عالية لانه احنا كنساء بالاخر يعني النساء ربين اجيال هن اللي ربينه رجل بالاخر عشان يصير رجل ففيش مشكلة انه هي تبكى وتتنافس مع الرجل عكل المحل وبالاخر اللي راح ياخذ المنصب هو اللي مش عشانها مرأة ولا اللي عشانه رجل هو اللي اللي احشتر او اللي هو عامل الشغل فيه زي ما بتعرف امرات انا بداة الكلكل اشياء الارقام لانه بجوز انت مش منتبهها فيه عشرة عداء كنسة اعراض بينهم ثنتين نساء اعطاق ثنتين اوه مش اكثر اوه ثنتين اوه اوه مش اكثر يعني احنا نساء مشفايتات مضبوط ما هيب اقولك يعني انه هل انت واحنا كعادين من فوت هسا في المجالات كلياات بالعكس يعني اوين انت بطلع عطيبك اطيبك اطيب مثلا أنا اليوم في مكتب. لا لا أتحدث عن الكنيسة. كانت سمي جابر. حسنية جابر. حسنية جابر صح. نحن من نفسه لما يكون هناك نساء في كل المحلات على فكرة. لكن نحن نساء قادت بفتن. مثلا نحن نتحدث عن المحاميين. لحد سنة 2019 لحد قبل 2019 60% محاميين 40% نساء محاميات. اليوم لا. اليوم النساء هم اللي. بالعكس صار في بالعكس. بحكي عني 2019 وفهمها فوق. اليوم بالعكس. فنساء شوي شوي كعدات بفتن بجدارة. يعني. عجبك الوضع. عجبني أن هالمرأة تبكى في منصب اللي هو بلك فيها. مش عجبني أن هالمرأة كمرأة تطلعت تشتر بأية شغلة. هاي. هذا إشي أنا بخصني من ناحية التفكير. يعني. مش بالضرورة أنه يبكى مزبوط للكل. أنا بحب أشوف. أنا بقول أن المرأة أنا بحب أشوف المرأة بمنصب يليق فيها. بتعرف تدريش. يعني. يعني. المرأة ممكن أنها تبكى في أي محل. إحنا من المرأة تبكى في محلات اللي بلكن فيها كمرأة. لأنها المرأة هي مثال لكل إشي. يعني. مثلا هذا الراي. مش كابلان المرأة بأي من الحل. يعني. مديرة البانكة ومديرة مدرسة ومديرة جامعة. أنا بقبل هاش تبكى في محلات اللي بلكنش فيها كان. لا لا قصد الرأي الثاني. الرأي الثاني هو إنه. اليوم بديش أفوت في المواضيع اللي هي بتعرف حساسة أكثر. أه. ختيش بأشي اللي يبكى حساسة. آه. خليها سألك سؤال ثاني. سعندك ياسمين. آه. بتنصحيها بعدين تتعلم محاما. بنصحها تتعلم الأشي اللي هي بتحبه واللي بدو يعطيها الرقي كامرأة والتفكير. وإنها تتفيد مجتمعها. مش مشكلة. تعلم محاما. تعلم دكتورة. هذه الأشي بخصها هي. فأنا ما فيش عندي مشكلة بالعكسة. حسب ما بتعرفيها. عند الميول هاي اللي بديك هي. هي عندها الميول أكثر لجهة الهاي تيك والبرمجة وهي الأشياء. بس الإنسان بتغير. يعني أنا دايما كنت كل بدي أتعلم إشي معين. بالآخر رح تعلم محاما ومحاسبة. بالآخر الأهل كلهم شو بدهم. إنه لوحد يتعلم دكتور. آه صحيح. فأنا جيت كنتم أنا ما بديش دكتورة. أنا بدي أتعلم إشي اللي أنا بحبه. وعشان يك رح تعلمت الموضوعين مع بعضين. محاما. محاما وحسابات. حسابات. عشان أبين أنه يعني. أنا صح مش 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 كادرة أتعلم دكتورة. أنا بتعلم اللي أنا بدي أياه وأنجح فيه لإني أنا بحبه. وقدرت تعلم بشغل. عندي أخو اللي هو ساعة عشرين سنة. ساعة يعني ساعة مش متجوز. آه يعني آه شاب صغير. اليوم حظروا حاركم. اليوم بتجوزوش بدري. شاب صغير آه. حظروا لكم تاتين. تتحملوا هاي قصة أنه بدوش يجوز. أه لا أعلم كديش. وهذا إشي يبعد له. أنا مع إنه الشباب يجوز صغار يعني مش. مع. أنا بقول لك الشباب اليوم بدهم مش. بدهم مش صح مظبوط. لأ إحنا مع إنه الأهلي رب ولدهم إنه تجوزوا صغار. لدي أخو عشرين سنة. وعندي أختين. أختين أصغر مني أنا اللي متجوزات آه. آه صغير. الله يخليك. فهي هو الموضوع يعني اللي. ليش محاما وليش مش محاما. وإنه آه تعالوا تعالوا. محاما بالعكس مجال حلو. وإحنا منفيد المجتمع في تعليمنا بثقافتنا. أنت بتقول إيكي. أنا إيكي بقول. لما الواحد بده الإشي وحابب الإشي. آه. أنا بحب أوعي الناس صراحة. أنا بحب بحب كل واحد يعرف شو اللي إله وشو اللي عليه. فلا. الناس يعرفوا شو اللي. ليش ليش تعلم يعني في ناس بيقولوا. لا. يعني ليش أنا تروح تعلم محامية وهات شغل أزود. ملائم للي. بتعرفين الرجال. لأنه بدك تبكي قوية وبدك وبدك. إحنا قويات. الله خليكين قويات. وشكرا على المقابلة الشيكة معك. المحامية أمارات. جابر. أمارات. مش لازم تنسيها. لا لا مش نسيها. ترى شوف بيش فكر أنا. أنا فكر بثنتين. بدك تقول عياد. بنتي اسمها فريدة جابر برانسي. انت اسمك. يعني. كمان جابر بس جابر. بس ممكن يكون. أمارات. مصار و جابر. مضبوط. مضبوط. هاي اللي فكرت فيها. ليس انك جابر. انا من الجهة. انا مع الكل اكيد. وسلميلي على دين اكيد. الله يخليك بوصل. انا كثير مبسوطة اني موجودة هنا. وسمعتك وكعدت معك. واذا فيه رسالة وصلتها. برضو ببقى كثير مبسوطة. وبشكر اكيد المحامي وجدي. لانه هو اللي بدعمنا بالاخر. احنا نعتبر محاميين. يعني اصغار في الجيل. يعني. تجربة اكل. صح مضبوط. فهو بدعمنا. وانا كثير ممنونة له. وكثير مبسوطة اني موجودة معكم. ومع قناة هلا. ومع قناة بنيت. تحبها؟ تشوفي قناة هلا. بشوفي قناة هلا. بشوفي قناة هلا. وزي ما كنتك. انا كل ما اروح اندار ابوي. ابوي ببكى حامل التلفان. وهو الاشي الوحيد اللي بتفرج عليه. وبحب ابوي فبحب. بتحبي ابوك وانا بحبها. اللي يخليك. مشترك ومضبوط. الله يطول عنك. الله يخليك ويحفظ. شكرا. شكرا كثير ليلك أستاذ بسام. شكرا محمي أمارات. مصاروي جابر. جابر زي ما بدكم. نحن نكون الان مع فاصل. بعد الفاصل. سنكون مع فكرة أخرى. كونوا معنا في الموجة المفتوحة. بعد الفاصل. إلى اللقاء.